اهلا بكم متابعين العزاء في كل انحاء الوطن العربي النهاردة هنتكلم عن نبات زينة جميل جدا جدا زي ما حداركم شايفين نبات يعني مش مكتسب شهرة كبيرة زي نبات السجاد زي نبات الجيرانيوم زي نبات قطر الندى لكن لو شفتوه في المشتل ما تترددوش واشتروه فورا لان زي ما حداركم شايفين نبات يعني في منتهى الجمال في منتهى الروعة اهم ما يميز هذا النبات اوراقه الجميلة زي ما حداركم شايفين بشكلها الجميل والمزخرفة والمبركشة باللون الابيض على حوافها مما يعطيها منظر اكثر من رائع زي ما حداركم شايفين النبات يا جماعة اسمه طويل شوية وصعب شوية اسمه بلاكترانتوس ماتجا سيريانسيز يعني اسمه طويل شوية بس هو اللي همنا في هذا الحلقة يعني انا اعرف هذا النبات يعني اعرف شكله زي ما بتركوا اسمه اه موطنه الاصلي جنوب افريقيا اه بيسموه في بعض الدول العربية بنبات البخورة او نبات الشمع نبات جميل جدا يا جماعة ينفع يتزرع داخليا وينفع يتزرع خارجيا في مناسب جدا للبلاكونات مناسب في زراعة طفيق الحديقة كمغطيات للتربة ممكن نزراعه تحت الاشجار زي ما حداركم شايفين النبات يعني في منتهى الجمال كمان يا جماعة نزراعه في السلال المعلقة فيتدلى نحو الاسفل معطية منظر جميل هذا النبات يا جماعة بيحب يعني نتكلم بقى عن طرق العناية بهذا النبات بيحب اشعة الشمس ولكن نحاول بقدر الامكان ان احنا نبعده عن اشعة الشمس اللي هي بتبقى بعد الظهيرة لان احنا كلنا عارفين ان اشعة الشمس اللي هي بتبقى بعد الظهيرة بتبقى قوية وحارقة فعشان برضو متأثرش على اوراق النبات يؤدي الى احتراق اوراق النبات وتحولها الى اللون البني احنا نعرض لاشعة الشمس الصباحية اشعة الشمس اللي هي بتبقى بعد العصر ده النبات يعني بيحب اشعة الشمس اللي هي الصباحية واشعة الشمس اللي هي بعد العصر ولكن نتجنب اشعة الشمس بعد الظهير بالنسبة لطريقة رأي هذا النبات لازم يا جماعة النبات ده ما بيحبش التربة تخزن المية بداخلها حتى لا تتعرض أو يتعرض النبات لمشكلة تعفن الجزور لأن هذا النبات حساس جدا لمشكلة تعفن الجزور روسيقانو زي ما حددكوا شايفين يعني تقريبا بتحتفز بالمية داخلها عشان كده لازم التربة تكون بتصرف المية كويس نتأكد ان التربة بتصرف المية كويس يعني ما بتترقمش المية بداخلها بتجف بمعدل منتظم يعني ده التربة المثالية تربة المثالية لأي نبات اللي هي بتصرف المية كويس ما بتترقمش المية بداخلها عشان النبات ما يتعرضش لمشكلة تعفن الجزور ومشكلة الفطريات يعني نستنى جماعة لما التربة تنشف خالص أول ما نلاقها نشفت نسق النبات وإحنا متطمين يبقى تكلمنا يا جماعة عن الضوء وقلنا أن هذا النبات بيحتاج إلى مكان نصف مشمس أو مكان بتصل إليه أشعة شمس معتدلة نتكلمنا عن التربة وقلنا أنها لازم تكون يعني بتصرف المية كويس ونسيب التربة تجف بين الرية والأخرى طريقة تسميت هذا النبات مرة جماعة كل شهرين إلى ثلاث شهور خلال مواسم النمو اللي هي الربيع والصيف وأما خلال فصل الشتاء يتم إيقاف عملية التسميت يبقى أهم حاجة جماعة بالنسبة لهذا النبات هي الانتظام في عملية الري يعني هذا النبات ما بيحبش المية الكتير نستنى لما التربة تنشف خالص وبعدين نسقيه لأنه زي ما قلت لكم حساس جدا لمشكلة تعفن الجزور النقطة الثانية لازم نحميه من أشعة الشمس اللي هي بتبقى بعد الظهيرة الحارقة وكمان في فصل الشتاء لازم نوفر له الدفء ونحميه خلال فترات اللي هي السقيع اللي هي فترات البرودة الشديدة نحميه ونوفر له الدفء قدر الإمكان هذا النبات نبات يعني عشبي معمر دائم الخضرة منظره جميل زي ما قلت لكم لو شفتوه في المشاتل ما تترددوش واقتنوه فورا لأنه مناسب جدا يعني جميل جدا ويتميز بجمال أوراقه الخضراء المبركشة باللون الأقل طريق التقليم هذا النبات يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين إن احنا بنزيل يعني بنزيل أي حاجة دبلانة أي ورق أصفر أي فروع دبلانة نشفة بنشيلها كده عشان برضو نحافظ على جمال أوراق النبات وعشان يعني نحافظ على أوراقه صحية زي ما حضراتكم شايفين نشيل أي ورق دبلان أي ورق أصفر أي فروع ميتة نشيلها دي طريق التقليم هذا النبات هنتكلم بعد كده جماعة أهم المشاكل اللي بتواجه هذا النبات أول مشكلة زي ما قلت لحضراتكم هي مشكلة تعفن الجزور وعلاجها سهل جدا إن احنا ننتظم في عملية الرأي ثاني مشكلة هي مشكلة اليرقات أو الديدان عشان كده جماعة لازم يعني مش شرط النبات ده أي نبات عندنا لازم نفتش فيه باستمرار نشوف حشرات نشوف يرقات نشوف ديدان ونقضي عليها أول بأول زي ما قلت لاتكلمنا قبل كده عن حشرة البق الدقيقي وقلنا علاجها سهل جدا عن طريق أي مادة سامة ده برضو لو يعني أهم المشكلة بتواجه هي مشكلة الديدان أو مشكلة اليرقات وحشرات زي المن والبق الدقيقي إن احنا علاجها إن احنا نفتش فيه النبات أول بأول عشان نكتشف المشكلة ونعليكها في بدايتها هو نبات يا جماعة يعني نبات سهل الزراعة سهل العناية خاصة للناس المبتدئين في عملية الزراعة وزي ما قلت لحضراتكم النبات زيه زي يعني أي كائن حيه بيحس يعني بيلView أي نبات بيلائك أي اهتمام حوله بنلاقيه بيكبر يعني سبحان الله النبات بيلقي الشخص اللي هو يعني بيزرعه بيرعيه بيهتم بيه بنلاقي النبات يعني سبحان الله الواحده كده يعني يعني كل يوم نفتش في النباتات يا جماعة إلا عندنا نشوف أي أوراك زيبيل أية أوراك مريضة أي أوراك ميتة أي حشرات نعليكها أول بأول سنتحدث عن طريق التكاثر هذه النبات وهي سهلة جدا جدا. لدينا طريقتين لعملية التكاثر. أول طريقة عن طريق البزور التي نحصل عليها من الأزهار. لأن هذا النبات ينتج أزهار خلال موسم الربيع. ويجب أن يتواجد البزور داخل الأزهار أن يتم تلكحها عن طريق النحل. لأن يتم تلكحها عن طريق النحل. الطريقة الثانية وهي الأسهل والأشهر والأضمن عن طريق العقل. نقص عقلة بطول من 10 إلى 15 سنتي. نقص بعض الأوراق التي عليها هي عقلة مناسبة. ثم نضع هذه العقلة لحين تكون جزور. ثم نقلها في طربة خفيفة. ويفضل يا جماعة ويستحسن أنها تكون طربة البتموس. ليه طربة البتموس؟ لأن طربة البتموس تصرف الماء جيد. سهل أن الجزور تتحرك فيها في البداية خاصة هذا النبات. أو النباتات التي تكون سيقانها ضعيفة بهذا الشكل. لأن لو زرعناها في طربة طينية في البداية. الطربة الطينية جماعة تبقى مكتومة وتبقى قوية على جزور هذا النبات. فهتفشل معنا عملية التقاصر. هي ممكن تنجح بس في أحيان قليل. عشان كده يفضل أو يستحسن بس في البداية أن نجيب طربة البتموس. نزرع الأقلة بتاعتنا في البداية. عشان الجزور زي ما قلت لحضراتكم بتبقى رقيقة ولينة وطرية في البداية. عايزة طربة خفيفة طربة سهلة إن الجزور تتحرك فيها في البداية. فتنجح معنا عملية التقاصر. بعد كده بقى ما بتكبر وبتعتمد على نفسها ممكن بقى عادي خالص ننقلها لطربة طينية. وقلت لحضراتكم في حلقات كتير من أهم شروط نجاح العقلة إن احنا نضحها في مكان معتدل. لحين يعني نبعيتها عن أشعة الشمس الحارقة عشان عملية التقاصر تنجح معنا. يعني أول ما نزرع كده العقلة نحطها في مكان معتدل بيصلها دوق شمس خفيف جدا جدا. عشان برضو عملية التقاصر تنجح معنا. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم على هذا النبات. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.